ازاي اوصل جتاري بالكمبيوتر? اهلا بكم. ناس كتيرة بتبدأ تسألني ازاي اوصل جتاري بالكمبيوتر? طب اوصل جتاري بالكمبيوتر ليه? ايه السبب اللي انا عايز اوصل عشانه جتاري بالكمبيوتر? اه بوصل جتاري بالكمبيوتر لي اكتر من سبب. اول سبب منهم ان انا عاوز اسجل صوت جيتاري. عاوز اخش على بتاع الستوديوهات دوت. اللي بيبقى استوديو. واسجل لصوت الجيتار بتاعي. واسجل عليه اغنية. اغني عليه. العب معاه. اسجل اقاع. وسجل اه اه بعد كده يبقى صولو. فبقى اقاع وصولو. فبعمل اغنية متكاملة. او ان انا هاوي تأليف موسيقى. يعني انا عايز اسجل جيتاري عشان يبقى الموسيقى اللي انا بألفها محفوظة على الكمبيوتر عندي. واعمل فيها اللي انا عاوز احطه تأسيرات كلام ده كله. اه تاني حاجة ان انا استعمل تأسيرات للجيتار. استعمل تأسيرات للجيتار. يعني اضيف مسلا صوت محسن للجيتار زي ريفيرب مسلا زي مسلا ديستورشن للناس اللي بتلعب حاجات والكلام ده. اه فانا بأضيف الافكت ده عن طريق حاجات بدل ما اشتري اللي هي بتبقى اساسا اه تحط تحت الرجلين ديت. انا هقرر ان انا هشتغل بالسوفتوير بيدي نفس النتيجة تقريبا. صوت في منتقى الجمال. فانا عايز استعمل السوفتوير واستعمل الامكانيات العظيمة بتاعت السوفتوير في الكلام ده. طب انا صوت الجيتار بتاعي سواء كان اكوستيك او اه كلاسيك او الكتريك. ازاي اوصل جيتاري بالكمبيوتر. لازم افهم ان صوت الجيتار بتاعي اللي طالع دوت سواء كان او اكوستيك او كلاسيك. الصوت اللي طالع دوت بيسموه صوت انالوج. انالوج يعني ايه? يعني اه مش رقمي. صوت طبيعي. خامة طبيعية موجودة في الهوا. موجات صوتية موجودة في الهوا. حتى الجيتار الالكتريك? حتى الجيتار الالكتريك. لان الجيتار الالكتريك المايكات اللي تحت الاوتار ديت بتلقط الصوت بتاع الاوتار ديت وبتكبره بس. ايه يعني زي ما تقول انها بتلقط الصوت بس بتاع الاوتار المعدنية دي. فانا محتاج اه حاجة تخلي صوت الالة ديت اللي معايا انا لوك سواء كلاسيك او كوستيك في الهوى كده. القطها بحيس انها تيجي عندي على الكمبيوتر الكمبيوتر زي ما احنا فاهمين ما بيفهمش غير علامة زيرو واحد. هي دي الناس اللي بتفهمها بتفهم الكمبيوتر ده مخلوق غبي باشارة واحد يعني افتح الطيار اشارة زيرو اقفل الطيار. وبتحط ده على على البورد لاء او البروسير بيعالج المعلومات ديت في في ديت اللي ايه الاي ويعمل من الكلام ده يعني لو دخلت الاشارة من هنا اعمل كزا فيبدأوا يرتبوا الكلام ده ويتبعوه على اللي احنا بنسميها الكمبيوتر او آآ بوردة والبروسير اللي بيعالج المعلومات اللي بيتدخل على ده المعالج بتاع الكمبيوتر اللي بيعالج المعالجة اللي هي بتاعة الواحد وزيرو ديت. انا عايزة Mason'ةeno. الرسالة تبقى يقدر هو يفهمها. فالاشارة دي توصل ازاي? اه لو انا وصلت الجيتار بتاعي على الكمبيوتر بيوصل من مدخل اللي هو بتاع المايكروفون. فيه مدخل مايكروفون ومدخل سماعة على كل الكمبيوتر. ممكن اوصل الجيتار ليه بان انا اجيب مناسب. واوصل الجيتار بتاعي بالكمبيوتر. فيه طريقة تانية? فيه طريقة تانية. الطريقة تانية ان انا بشتري جهاز وسيط. الجهاز الوسيط ده يوصل الصوت الانالوج اللي انا بتكلم به دوت في الهواء والموجات الصوتية اللي بتطلع في الهواء ديت. يوصلها لي لاشارة ديجيتال عشان تدخل على الكمبيوتر وعالجها. الجهاز دوت بيختلف من مقاسه لامكانياته. بس دلوقتي الاجهزة تقدمت جدا لدرجة ان الجهاز زغير جدا ممكن يعمل لك اللي كان بيعمل له ستوديو مسلا في التمانينات او التسعينات مسلا. آآ فانا جهاز واحد انا هاشرحه دلوقتي مسلا دوت. الجهاز دوت آآ ليه مدخل اللي انا شايفه دوت. المدخل ده بدخل منه الجاك بتاع الجيتار بتاعي. او معمول كمان اللي عايز يحطوا مايكروفون عليه. يحطوا مايكروفون عليه. وطبعا بتحكم ان انا دخل هل ده مايكروفون مسلا بتاع جيتار ولا مكروفون بتاع آآ 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 تانية عن طريق السويتش دوت. هو الجهاز ده بيشتغل بالبطارية طبعا جواه بطارية هنا. بطاريتين الم. بقفل العلبة. دوت اوف. وبفتحه على مايك. لو شايفين مسلا في علامة خضرة هي بتقول لي الجهاز ده شغال او لأ. وبعدين انا بدخل من هنا ان انا آآ بستعمل مايكروفون او بستعمل الجيتار. وبعدين هنا كمان في حاجة اسمها فانتوم باور. الفانتوم باور ديت دي المايكروفونات الكندنسر. الميكروفون الكبير بتاع الاستوديو ده بيحتاج طاقة عشان يبقى حساس. لانك انت اللوحة اللي انت بتستقبل عليها الصوت الحساسة دي بيمانطوها بالكهرباء. بحيس انها تبقى اكثر حساسية وتستقبل الصوت وتتهز بسرعة اكتر فتدي لي التفاصيل الدقيقة بتاعت الصوت. آآ مايكات الستوديوات الكندنسر بتبقى كلها كده. فمحتاجة حاجة اسمها فانتوم باور بتتراوح من واحد فولت لتمانية واربعين فولت. في مايكروفونات بتستعمل تمانية واربعين فولت. في مايكروفونات تسعمل اتناشر. في مايكروفونات تستعمل واحد. آآ مايكروفونات طلعت اليومين دول كمان بتاخد الباور باليو اس بي. فاليو اس بي ده ما بيطلعش باور عالي قوي. فهو بتستعمل الباور العيلة دي في انها هتمغنط الشريحة ديت اللي انا هتكلم عليها. عندي زرار هنا ان انا بتحكم في بتاع الصوت بتاعه عالي واللواطي. لان انا مش عايز الصوت يعلى في التسجيل. لو الصوت عالي بيعمل حاجة اسمها بتلاقي الموجة نفسها الصوتية حصل لها وحنشرحها في يعني ايه? الصوت بيبقى وحش لدرجة آآ من علوه الجهاز نفسه ما بيستحملوش فالجهاز ما بيسجلش ابعد من مرحلة معينة في الموجة الصوتية. فبيعمل ان هو بيضغط الموجة الصوتية دي فتعمل صوت وحش جدا. طبعا ان انت بتسجل صوت مطرب وعليته قوي. وطلع الصوت في طبعا مش هينفع التسجيل دوت او اي قالة. دي بيسموها في علم او هندس الصوت. الصوت بتاع كليب 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 يعني الصوت عالي فوق مستوى التسجيل الديجيتال فانت كده تطر تعيد التسجيلة دي تاني وإلا هيطلع الصوت وحش. فانا بتحكم بالصوت بتاعي داخل الجهاز دوت عن طريق المفتاح دوت لغاية ما اوصل للصوت المناسب بيبقى ما بين ماينس ستة مسلا وماينس تلاتة لان زيرو ده اعلى حاجة في الديجيتال. لو عاليت عن زيرو بيحصل كليب. حلو قوي الجهاز ده? انا كده وصلت الجيتار بتاعي. طب انا ادخله بقى الكمبيوتر ازاي? قالك الجهاز ده كمان ليه يدخل على المدخل بتاع الكمبيوتر بتاع المايكروفون. فانت لو دخلته بالجاك دوت على المدخل بتاع الكمبيوتر بتاع المايكروفون. حلاص هتدخل الصوت اللي انت دخلته في الجيتار من هنا. واتدخله على الجاك بتاع الكمبيوتر. يدخل على الكمبيوتر وهي الجهاز دوت تحول هو دايرة. بتحول الاشارة الانالوج الى ديجيتال. طب هو ينفع بس الكمبيوتر? اه لا ينفع كمان اللي انت شايفه دوت الجهاز ده ممكن اوصله بالموبايل بتاعي. وفيه تطبيقات كتيرة عن موبايل دلوقتي انزل آآ تأسيرات آآ افكتات آآ حاجات تسجل ممكن اتمرن كمان عليه يعمل لي اقاع يعمل لي زي مترونوم فانا عندي بالامكانيات بتاعتي دا انا دلوقتي اقدر ان انا اوصل الجتار بتاعي بالتليفون بتاعي وتمرن حتى وانا في اي حتة. فده ده اختراع عظيم جدا ان انا اوصله جدا. وبرضو هتقدر اوصله للكمبيوتر. جهاز تاني معايا برضو بيقدي نفس الغرض. الجهاز دوت من تجاه شركة آآ اسمها في شركات كتيرة بتنتج جهاز زي ده يعني الشركة دي واحدة يعني. آآ برضو نفس النظرية اللي احنا اتفقنا عليها. هتلاقي عندك المدخل بتاعي بتاع الجتارة هو موجود هنا. ومدخل مخرج هنا عشان انا اوصله بالمونيتور بتاعي او اوصله بسماعات او اوصله وعندي سماعة الهيتفون ممكن احط الهيتفون الجهاز التاني برضو كان فيه سماعة للهيتفون. فبسمع بالهيتفون من هنا وهنا مدخل تاني اقدر ادخل عليه لو معايا آآ مسلا تليفون بتاعي في ولا حاجة ادخل ومعايا وعايز العب مزيكة ولعب معاها مسلا فممكن ادخل مدخل استثنائي هنا. والجهاز ده برضو زي ما احنا اتفقنا هنا بدخل منه يقيمة المايكروفون يقيمة الصوت وبتحكم بقى هنا انا محتاج جتار يقيمة محتاج مايكروفون آآ وبدخل الليفل بتاعي من هنا هوت الليفل بتاعي بتحكم فيه. وخلاص. بس الميزة بقى بتاعت الجهاز ده مش بدخل بتاع الصوت بتاع الكمبيوتر. مش فانالوج فانالوج. لا خالص. ده دوت الجهاز ده بمجرد ما بصله بكابل اللي انا شايفه دوت. الكابل ده بيوصل هنا في الجهاز. وبيتوصل عندي هنا بالتابلت او بالتليفون. فبيتوصل عندي بالتابلت او بالتليفون وفيه كمان مدخل من هنا بوصله باليو اس بي بتاع الكمبيوتر. يعني ينفع لكل الحالات. بس انا مدخل الاشارة هنا ديجيتال تديجيتال. فالسماعة ده مش هياخد من شوية بتاعت الجيتار بتاعي. الانالوج بياخد من شوية. عشان كده الديجيتال بتدخل على طول الديجيتال تديجيتال. الاشارة بتوصل كاملة. فانا بوصل بالجهاز دوت ان انا بوصله على التليفون عندي او او اوصله على الكمبيوتر بتاعي وخلاص اتحلت مشكلتي. كده اقدر اوصل الجيتار بتاعي واعزف واستعمل الافكتات. اه الجهاز ده كمان فيه ميزة ان انا جايبه فيه ميكروفون كمان. يعني الشبكة اللي انا شايفها دي فيها ميكروفون. بقدر استعمل الجهاز دوت. وانا ماشي في اي حتة ميكروفون كندنسر. فانا بسجل به انا مسافر في حتة اهو معايا التابلت بتاعتي او معايا التليفون بتاعي. وجات لي خاطرة موسيقية او الحاجة ممكن اغنيها مع الجهاز ده. او اسجل اي صوت خارجي حتى الاعلان بتاع الشركة. اه ناس مسجلة بيخبطوا على صفاح زبالة وبيخبطوا على ازاز وشوية عيلة بكارتون ومشعرف ايه. وفي الاخر طلعوا منها مقطوعة موسيقية. سجلوا عليها جيتارات وسجلوا عليها بيز وبتاعه وعملوا منها اه بالاقاع دوت عملوا موسيقى طبيعية. فحلو يعني في افكار بديدرج افكار فبيتحلك الحركة وشوف صغير ازاي وخفيف قوي. فما فيش طبعا معاك حاجة شايلة انت معاك في شنطة الكمبيوتر بتاعتك فانت بتاخد الجهاز تطلعه وتعزف به في اي وقت وتسجل عليه افكارك الموسيقية وبيوصل بالتريفون وبيوصل بالتابلت وبيوصل بالكمبيوتر. اتمنى كون انا وضحت دلوقتي الفكرة بتاع التوصيل جيتاري للكمبيوتر عشان يفتح لي الافاق بتاعتي طالما انا سجلت الصوت بتاع الجيتار او انا هبعزف على الكمبيوتر او على التابلت او على الموبايل بقدر استعمل التأسيرات الصوتية اللي بتحسن صوت جيتاري طيب واحد هيسألني انا جيتاري دلوقتي او كلاسيك الجيتار الاكوستيك او الكلاسيك طب ادخل الصوت بتاعي للجهاز ده ازاي ما هو لازم ادخل الصوت بتاعي دوت للجهاز انت بتقول لي اهو دوت الفرق بين الجيتار الاكوستيك والكلاسيك اللي فيهم انت بتشوف الناس بتفكر فيه ايكولايزر عشان بس ضبط التون بتاع الصوت لأ هو اساسا الاكولايزر ده راكب على موكروفون موجود جوه الجيتار سواء الموكروفون ده واحد او اتنين او تلاتة على حسب الجيتار في جيتارات غالية بتبقى حطها تلات ميكروفونات جوه في جيتار بيحط اتنين في جيتار بيحط واحد تحت البرج بيلقط الصوت بتاعي من علبة الصوتية وبيدخله لي يبقى جاهز على انه يطلع للجهاز دوت هو لسه برضو يعني حتى الجيتار نفسه بينتج الصوت يوصل اغلب الجيتارات يعني في جيتارات طبعا بتنتج على طول بس دي يعني جيتارات مخصوصة يعني فالجيتار اغلبية الجيتارات اللي احنا بنستعملها بتطلع الصوت انا لجع عشان يدخلو هنا طب انا ما عنديش في الجيتار طب انا هعمل كده خلاص الجيتار ده كده انا يعني شربت مقلب لا طوعة ما فيش الكلام ده آآ بتشتري مايك زغير المايك ده بيتركب على العلبة الصوتية العلبة الصوتية الفتحة فتحة الصوت بتاعت الجيتار بتشبط بين حتتين كده وميكروفون بيلقطوا الصوت على طول من العلبة الصوتية ويحاولولك لمخرج انت بتاخد منه والتطلق الميكروفون ده مش غالي واستعملته قبل كده وبيدي نفس النتيجة اللي انت بتستعملها بل احسن كمان عن المايك اللي بيبقى تحت البرج تحت البرج بيطلع المايك صوته بيز شوية المايك بتاع العلبة الصوتية ده بيطلع صوت طبيعي كأنك مطلعه من كل الاوتار يعني الصوت والصوت بتاعه بيبقى موزون نوعا اه اغلب عزيف الجتارات في العالم حتى كمان مش بيستعملوا في التسجيلات بتاعتهم او الحفلات الجتارات بتاعها وادخل الجاك خلاص وسهل الموضوع لا بيستعملوا غالبا جتار اه بيحطوا قداموا مايكروفون متخصص بحيث ان يلقوا الصوت طبيعي من الاوتار خارج من القلبة الصوتية او بيستعملوا الصوت بتاع جتارات اه مايكات بتتركب على الفتحة بتاعت القلبة الصوتية عشان اوصل صوتها للجهاز دوت بحيث ان انا اقدر ادخل بعد كده على الكمبيوتر واستعملوا زي ما انا عايز. واتمنى اكون قفلتكم على توصيل اه صوت الجتار بتاعك للكمبيوتر. وهشوفكم الحلقة الجاية. اشتركوا في القناة